نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض ألغى اجتماعاً أمريكياً إسرائيلياً رفيع المستوى كان من المقرر عقده الخميس المقبل أوضح المسؤولاني أن واشنطن قد ألغت الحوار الاسراتيجي مع تل أبي بك رد على الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو وزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل في السياق ذاته ذكرت صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أن تصريح نتنياهو تسبب في أضرار جسيمة لعلاقات العمل مع الإدارة الأمريكية كما أشار إلى أن الاجتماع كان سيناقش ملفات مهمة أبرزها التوترات في شمال إسرائيل والهجوم على رفع الفلسطينية وخطة اليوم التالي للحرب في غزة